موسيقى موسيقى أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين أفدت تقارير علمية مؤخرا في لبنان والخارج بأن حالات مرض السرطان تضاعفت ثلاث مرات ولكي لا نثير الهلع في هذه الحلقة نريد أن نسأل هل حالات السرطان تضاعفت فقط في لبنان أم في دول أخرى كثيرة في العالم هل تمر النفايات في أماكن عامة وعلى مقربة من المناطق السكنية وحرقها في هذه المناطق أو في قلب هذه المناطق هو الذي ضاعف حالات السرطان وأمراض خطيرة أخرى وكيف ولماذا هل قذائف الحروب الكثيرة التي عاشها لبنان وخصوصا منها الاجتياحات الإسرائيلية خلفت أمراضا بينها السرطان هل انتشار الصحون اللاقطة وأجهزات التشويش والهواتف وأجهزات البث وغيرها والتي تنتشر على نحو عشوائي دون أي ضوابط يسبب هي الأخرى سرطانات أو أمراض هل فساد بعض المأكول والمشروب والأدوية ساهم في مضاعفة حالات السرطان وحين نتحدث عن الحروب والقذائف وغيرها فلابد أن نذهب إلى فلسطين وسوريا والعراق واليمن وغيرها من الدول لنعرف هل فعلا تمت أجيال باتت معرضة للسرطان والأمراض الخبيثة الأخرى بسبب الحروب والنفايات والقذائف وغيرها تمت من يقول مثلا أن الاجتياحة الأمريكية للعراق خلف الكثير من الأمراض المستعصية وبينها السرطان ولكي نبتعد عن الأراء المقلقة ونقدم معلومات علمية دقيقة وصديف مجموعة من الخبراء المحترمين في هذه المجالة يسعدني أن يكون معنا الليلة الدكتور غسان أبو ستة وهو مدير برنامج طب النزاعات بمعهد الصحة العالمية بالجامعة الأمريكية وطبعا له وظائف أخرى مهمة طبية رئيس قسم الجراحة التجميلية والترميمية أيضا في الجامعة وأيضا في هذه الحلقة معنا البروفيسور كريس باسبي وهو الأمين العام العلمي السابق لللجنة الأوروبية للإشعاع باحث بيئي محترم له تاريخ عريق خبير في الكيمياء العضوية أجرى بحوثا عن أثار الأسلحة في العراق وفي جنوب لبنان وفي دول أخرى معنا من بريطان معنا أيضا الأستاذ بسام القنطار أحد أشهر الصحفيين والباحثين اللبنانيين المتخصصين بشؤون البيئة وربما هو الصحفي الأول في هذا المجال وصاحب ضمير حي في الواقع يلاحق هذه المسائل أينما كان ينضم إلينا في القسم الثاني من الحلقة الدكتور محمود سعادة رئيس هيئة الأطباء الدوليين للحماية من الحرب النووية فرع فلسطين وهو نائب رئيس قسم الشرق الأوسط مدينة الظاهرية في جنوب الخليل سيكون معنا أهلا وسهلا بكم جميعا إلى هذه الحلقة من لعبة لكم ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم عزيزي المشاهدين وأهلا بضيوفي الكرام استاذ بسام النفايات رفعت فعلا معدل السرطان في لبنان إحراق النفايات وتمر النفايات في معلومات مؤكدة تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر قرابة الشهرين دق جرس الإنظار بقوة حول تزايد أعداد المحارق العشوائية في الهواء الطلق على امتداد لبنان من الشمال إلى الجنوب والانتشار هذه الظاهرة أيضا في العديد من مناطق جبل لبنان بعد أن دخلت أزمة هذه المناطق في العام 2005 مرحلة حرجة وتراكمت نفايات في الأودي وعلى جوانب الطرقات حرق نفايات في الهواء الطلق سبب رئيسي لانتشار ملوثات مصرطنة مستقرة تخترق التربي المياه وتسبب على المدى المنظور في غضون سنوات قليلة نتائج مباشرة في ارتفاع نسبة السرطانيات وهذا الأمر للأسف الشديد لا تتعاطى معه الحكومات اللبنانية المتعاقبة بحجم خطورته لا من ناحية الردع انفاذ القانون وضع عقوبات صارمة على من يوقد النار في النفايات وأيضا إيجاد حلول دائمة ومستديمة لهذه المساعدة سنتحدث استاذ بسام بعد قليل عن دور الدولة لأنه إن لم يكن غائب فهو خائب على الأقل في هذه المعالجة دكتور غسان لماذا حراق النفايات أو طمر النفايات يؤدي إلى السرطان لكي يفهم الإنسان حرق النفايات خاصة النفايات بعصر الحديث لمكونة من مواد كيموية بلاستيكية يحولها إلى غازات أو يحولها إلى سوائل هذه الغازات تستقر يستنشقها الإنسان يستقر بالتربة تجد طريقها إلى الماء وإلى الطعام يستنشقها الإنسان أو يتناولها الإنسان هذه المواد المسرطنة تحدث تغيير مباشر بتركيب الجينية للإنسان والمقلق هو أنه كل الدراسات وجدت مواد نحن على دراية تامة بأثرها على انتشار السرطان فلما دراسات تظهر وجود مادة الدايوكسن بالهوى قرب المحارق دايوكسن هو أحد المواد المسرطنة والتي تؤدي إلى ازدياد بعدد تشوهات الأطفال وهي تتراكم عبر الأجيال بالشعوب بالشروط الحالية في لبنان كل أينما يحرق تحرق نفايات إذن ستؤدي إلى أمراض حكما لأن عمليات الحرق تجري في الهواء الطلق بشكل عشوائي أو مفتعل فبالتالي بطبيعة الحالية اليوم أحسد منظمة هومن رايت سواج قرابة تسعين منطقة تجري فيها عمال الحرق أسبوعيا يحدث ذلك في ظل أعلان وزارة الصحة أنها سترت عشرات محاضر الضبط بحق بلديات إدارات محلية مفترض أنها منتخبة من قبل الناس لإدارة شؤونها فإذبها تدير عملية حرق النفايات وليس مبالغا القول أن التقرير بعنوانه فعلا التقرير دقيق كأننا نتنشق موتا بمعنى أن تنشق النفايات التي تستقر بالليل أن الهواء بيكون بارد وبعدين ما تطلوها الفجر تطلعها وتنتشر بهالضيع من الشمال للجنوب للبقاع لبعض مناطق جابة لبنان خصوصا فشوفوا علي في ظل استمراء الأزمة لقرابة أسبوعين لأن حلت كانت عمليات الحرق موجودة وكان بالتالي مخاطر الإصابة بالسراطنات نتج عمل هذا الحرق مرتفع على كل حال سنعالج تقرير لأنه وصلنا ومشكورا حضرتك ساعتنا فيه دعونا لو سمحتم نسأل لبروفيسور كريس باسبي الأمين العام العلمي أو الأمين العلمي السابق للجنة الأوروبية الإشعاع وباحث بيئي وخبير في الكيمياء العضوية أهلا وسهلا بك بروفيسور أنا سعيد جدا أن تكون معنا في هذه الحلقة وحضرتك عملت في لبنان لا أدري إذا كنت تتابع الآن المأساة الموجودة في لبنان نفايات موجودة أينما كان يتم حرقها في الهواء الطلق هناك العديد من المحارق وثمت صمت مريب من قبل المسؤولين عن هذا القطاع لجهة الأمراض التي ينتجها هذا النوع من التعامل مع البيئة بشكل سيء هل عندك تعليق على ذلك هل لديك أي نصيحة مثلا أو أي قلق بهذا المجال السرطان ناتج عن ألحاق الضرر بالحمد النووي والضرر بالحمد النووي يسبب بتغيير الخلايا تغييرات بالخلايا بالتالي الخلايا تعاني حينها أو السرطان يدخل إلى الخلايا عادة خمسة أعوام خمسة أعوام تستغرق هذه العملية بالتالي لا نتوقع زيادة ثورية بعد أحراق هذه النفايات نعم أحراق النفايات يؤدي إلى مادة أو انتشار مادة الديوكسين كما قال الضيف السابق والديوكسين نعم يسبب الضرر للحمد النووي بالتالي نعم بكل تأكيد حرك النفايات وعدم استخدام حرارة مرتفعة خلال هذه العملية هذا سيؤدي إلى زيادة الضيوكسين ولكن سبب آخر أو من التأثيرات الأخرى أن هذا سيؤثر على المواد التي استخدمت من قبل إسرائيل في عام 2000 أو في حرب عام 2006 أنا أركز على هذا الموضوع وأنا درست أيضا موضوع الأسلحة في العراق وهذا أدى أيضا إلى زيادة بوتيرة أو بانتشار السرطان وبالتالي لو كان علي أن أخمن بالفعل إذا ما رأينا زيادة نعم نتحدث عن ثلاثة أضعاف بحالات لبنان يجب أن نبحث عن شيء أكثر مما جرد حرك النفايات بالحواء الطلق لأن الناس يقومون بحرك النفايات بكل الأماكن وهذا لم يؤدي إلى ارتفاع بثلاثة أضعاف ممتاز هذا على كل حال الذي سنتطرق إليه بعد الموجز للأنباء نتحدث في الفترة الأولى عن النفايات ولكن كما تتفضل هناك الأسلحة وحضرتك بحثت في موضوع الأسلحة بعد الاشتياحات الإسرائيلية التي حصلت في لبنان ولكن أيضا بعد الاشتياح الأمريكي البريطاني الذي حصل في العراق وعلى ما يبدو هناك أثار جدية لانتشار السرطان وغيره لكن قبل ذلك لنكمل هذا الموضوع لو سمحتم أيمن دندش ومنسق البرنامج والمشاريع الميدانية في الجمعية اللبنانية للتعزيز الشفافية سيتحدث بشكل سريع عن هذا الموضوع نحن في عام 2017 اشتغلنا على مشروع استقصائي بملف النفايات وقزمة النفايات بدأت في 2015 نحن اليوم موضوعين في 2018 في 2015 كان عمي يحكي عن حل مستدام لأزمة النفايات ضمن خبضات والإطارة وحنا على الحل المؤقت للمطامة وحنا على تمديد للمقطامة هذا هو مثل المطمر النامي فتح ظلوا 17 سنة على إطارة تمديد ولكن ما هو وصور معلوم أنه من 2015 إلى 2018 في ثلاث سنين سكرت المطامة اللي كانت مخشوحة وذلك على الشيان هيك نريحين على شو على توصيع هذه المطامة حاليا ولكن السؤال هل توصيع المطامة هيحل المشكلة اليوم؟ نعم 28 عمية درجتنا جايين بتركيب الدول بالعالم 103 عام 180 رغم الإصلاحات اللي صارت موجودة خلال طاقة السن الماضية عملية مكافحة الفساد اليوم بش معنية إياه بشخص موجود ولا بمؤسسين لأنه أسرار الفساد بتطل كل شريحة المواطنين عشان هيك بديك تبلشي من محل بديك تبلشي من ذاتي بإطارك بمحيطك تبايد أي تعليق استاذ بسام؟ يعني يجري الخلط بشكل الحقيقة ناتج عن غضب الناس بعد ما شاهدت نفايات متراكمة حول أثر إدارة الإدارة السيئة والمتعثرة للنفايات المنزلية الصلبة حول موضوع انتشار الأمراض يعني على سبيل المثال ربط موضوع السرطان بطمر النفايات في مطامر أو مطامر مغلة في مدارة أو تسمى مطامر صحية هي مسألة يوضع عليها علامة استفهام بدليل أنه هذه التقنية مستخدمة منذ خمسينيات القرن الماضي وموجودة ولكن الإدارة السليمة تضمن عملية أن العسارة يجري تكريرها وإعادة ضخة في مياه سائلة أخرى أما على البحر أو بالنهر وإدارة الغاز ناتجة عن الميثان يعني هؤل الخطرين اللي ممكن سوء إدارتهم يسبب مشكلة بالطمر أيضا في موضوع الحرق أنه يجري الخلط ما بين أثر الكبير لحرق النفايات في الهواء الطلق على الأمراض ومنها السرطان وبين الحرق كوحدة من وسائل المتكاملة للنفايات إذا كما ذكر البروفيسور نتجة على درجة حرارة لا تقل عن 800 درجة مؤوية في ظل إدارة كمان متكاملة لعملية الإنبعاثات وكيفية احتباسها وغسلة وتنقيتها وإدارة الرماد المتطاير الناتج عنها والرماد الثقيل الناتج أيضا عملية الحرق فهذا مسألة متشاعبة من ناحية تقنية ولكن بالتأكيد اليوم الناس نتيجة شعورها بأن هذه الأزمة لم يخلصت وبعدها تتمدد وكل فترة يجري التنديد لأيلا بطريقة الشكل للأسف رحنا على ردم البحر بهذا الموضوع فهذا فاقم الغضب فحاليا الناس عندما يسمى نام بي أفكت بمعنى لا تريد لهذه الأزمة أن تقترب منها سواء من حيث السكن أو من حيث البعد الجغرافي وبالتالي ترفض كل أشكال الحلول نتيجة شعورها بعدم الثقة وطلبها أو تنامي هذا الشعور عند كل العالم ومش بس بلبنان بعدة مناطق أنه إذا بده يصير مشروع عام سواء مطار أو شق طريق أو نفق أو إنشاء سكة حديد أو حفر بالنفط والغاز أو إنشاء مطمر صحي أو محرقة بدي شيئا تكون عندي صحيح يعني الناس على حق استيس بسان بالنهاية حتى الآن كل ما يقوم إلى جانبهم إما يؤدي إلى أمراض أو هناك فساد أو سوء إدارة وسوء إدارة والناس تتعرض للمآسي وليس لأي إيجابيات حول كل هذه القصص التي تقوم حولها طيب في تقرير Human Rights Watch بعض المعلومات الأساسية السريعة وضيوفي الكلام سيعلقون عليها من مخاطر الانبعاثات من المحارق في الهواء الطلق على صحة الإنسان تتعرض لجوزيات دقيقة من الديوكسين المركبات العضوية المتطايرة ومركبات كل من الهيدروكربون صحيح هيك الاسم العطري متعدد الحلقات وثناء الفيتال أو الفينيل فينال ما هو الفينال أحد المركبات التي هي فيه النفايات عملية الحرقية توجع عنها وهو من المركبات المصنفة خطرة والتي ترتبط بأمراض القلب والسرطان وأمراض الجلد والربو وأمراض تنفسية بحسب الأطباء الذين يسكنون بالقرب من أماكن الحرق المكشوفة يعانون من مشاكل صحية تتوافق مع التنشق المطول والمتكرر لدخان محارف النفايات 10 إلى 12% فقط من نفايات لبنان لا يمكن تسبيقها أي تحويلها إلى سماد أو إعادة تدويرها مع ذلك 77% ترمع في مكبات مكشوفة أو تطمر بالاعتماد على أرقام وزارة البيئة هناك 941 مكب مكشوفة في البلاد منها 617 للنفايات المنزلية الصلبة أكثر من 150 منها تحرق في الهواء الطلق بمعدل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل تزايد حرق النفايات في بيروت وجبل لبنان منذ بدء أزمة النفايات في 2015 وحتى 30 من حزيران يونيو 2017 حيث ارتفع عدد الحالات الحرق في الهواء الطلق في جبل لبنان 330 مرة بالمئة وفي 2015 ثم 250 مرة في 2016 منذ العام 2014 ينتج لبنان 2.04 مليون طن من النفايات المنزلية سنويا منها 52% نفايات عضوية بينما يمكن إعادة تدوير 36.5% منها مثل الزجاج والبلاستيك والمعدن والورق والسؤال استاذ دكتور غسام أنه بالنهاية أمام حالات واضحة تؤدي إلى مرض السرطان المستشفيات الخاصة هل تشعرون أنه عدد المصابين بالسرطان ازداد عندكم مثلا في مستشفى مثل المستشفى الجامعة الأمريكية مش بس في ازدياد بالمعدل كمان في تغيير بالفئة العمرية المصابة بالسرطان يعني اللي بتلحظوا أنه في فئات عمرية أصغر تصاب بسرطانات بلبنان في السنوات الماضية السنوات الماضية بمعدل أصغر بعمر مبكر أكثر من العالم يعني السرطان الثدي معدل الإصابة بلبنان أربعين سنة ببريطانيا وبأوروبا خمسة وخمسين سنة يعني خمسة عشر سنة مبكر حدوث إصابة بسرطان الثدي في بعض البلدان الأخرى مثل العراق معدل السرطانات كمان بيظهر بفئات عمرية غير مرتبطة بحدوث هذا السرطان بتكون مبكرة أكثر بتكون شرسة أكثر بتكون أكثر غير قابلة للعلاج فمش بس بالمعدلات الإصابة بطبيعة المرض وبالعمر اللي يصاب فيه المريض طيب بروفيسور باسبي لو سمحت يعني أنا ألاحظ من كلام الدكتور غسان أنه كأنه في لبنان وفي العراق وأعتقد في فلسطين أيضا تزداد حالة السرطان هل لذلك علاقة بأمور أخرى كما تفضل لها علاقة بالسلاح لها علاقة بشيء متعمد لها علاقة ربما بمواد تستخدم ولا نعرف عنها شيئا نحن الناس العاديون أنا أدرس هذا الموضوع منذ فترة طويلة هذه قضية موثلة للاهتمام بالنسبة لي ولكن ما توصلت إلي استنتاج الذي توصلت إلي أن الدرر بالحمد النووي يعود بشكل أساس إلى تجارب الأسلحة النووية هذه التجارب التي حصلت بعد عام 1959 حتى عام 1962 الأطفال الذين ولدوا في تلك الفترة ربما الأطفال هؤلاء وصلوا إلى السن الأربعين وهؤلاء يصابون بسرطان الثدي وأيضا أشكال أخرى من السرطان وهذه مشكلة ليست فقط مشكلة لبنانية هذه مشكلة نرىها في كل أنحاء العالم مؤخرا صدرت ورقة علمية أيضا نظرت بمرض السرطان بين هدئ العمرية بين 25 و 45 و يجب أن يصاب بهذا المرض سرطان القلون ونحن بالتالي نحن نعرف ما يؤدي إلى التسبب بهذا المرض بالتالي هذه ظاهرة غير عادية ما نراه إذن الآن نرى هذا المرض بأشخاص هم أصغر سنا لأن هناك أضرار ألحقت بسبب الأضرار لهؤلاء الأهالي خلال الستينيات بسبب تجارب الأسلحة النوية بالإضافة إذا رأيك هناك قضيتان قضية واحدة هي أن الضرر في الجينات ولكن الضرر في الجينات الناتج عن اليورانيوم أسلحة يورانيوم التي استخدمت في لبنان والغزة وأيضا في العراق نحن نعرف ذلك درسنا الموضوع في العراق وشاهدنا أرقام مرتفعة جدا في حالات السرطان في العراق المعلومات الخلفية الضرر في الجينات الذي يؤدي إلى التسبب بمرض السرطان بالذين هم أصغر سنا والشباب هذا يعود إلى المرض ونقل هذا المرض من الأهالي إلى الأولاد وهنا يعود إلى مرة أخرى إلى فترة التجارب الأسلحة النووية خلال الفترة التي ذكرتها طيب إذن تجارب أسلحة نووية واستخدام يورانيوم واعتقد أنه هذا يؤثر على أجيال كثيرة وليس على الجيل الذي يتعرض له بشكل مباشر على كل حال سنفصل كل ذلك بعد موجز الأنباء ننتهي الوقت بسرعة أول نصف ساعة سنعود إليكم بعد موجز سريع لنواصل هذا النقاش لمدة ساعة كاملة ابقوا معنا إذا كان الأمر يهمكم أعتقد أنه يهم الجميع لأن الناس تموت من أمراض بشوار منازلها وهي لا تعرف ما السبب على الأقل إن عرفت السبب لعلها تتحرك بشكل أفضل وخصوصا هنا في لبنان ولا تعود لكي تنتخب من تسبب بنفس الأمراض لحظات قليلة ونعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مجددا أعزائي المشاهدين لموصلة هذه الحلقة من لعبة الأمم عبر قناة الميدين نتحدث فيها عن الأمراض التي تتزايد خصوصا مرض السرطان في لبنان تضاعف ثلاث مرات هل هو بسبب النفايات بسبب إحراء النفايات كيفما اتفق أو تمرها كيفما اتفق أم هناك أسباب أخرى لها علاقة بأمزجة الناس بالتدخين مثلا بالشيشة بالأرقيلة كما تقول بعض التقارير بفساد بعض المأكول والمشروب أم أيضا هناك تأثير لأسلحة محرمة استخدمت في الحروب الإسرائيلية على لبنان وأيضا في غزة وفي العراق وغيرها كل ذلك ننقشه في هذه الحلقة معنا الدكتور غسان أبو ستة مدير برنامج طب النزاعات بمعهد الصحة العالمية بالجامعة الأمريكية البروفيسور كريس بابسي وهو الأمين العلمي السابق للجنة الأوروبية للإشعاع ونضم إلينا الآن نرحب به الدكتور محمود سعادة رئيس هيئة الأطباء الدوليين للحماية من الحرب النووية فرع فلسطين ونائب رئيس قسم الشرق الأوسط هو طبعا والأستاذ بسام القنطار أحد أشهر الصحفيين والباحثين اللبنانيين المتخصصين بشؤون البيئة طيب جولة أخيرة على المطامر النفايات ومحارق النفايات في لبنان بالصور ولكي ننتقل إلى نقطة أخيرة في تقرير Human Rights Watch الذي دق جرس الإنذار لأنه فعلا هناك أمراض سرطان كثيرة تتسبب بها كيفية إحراق النفايات هذه هي المكبات استاذ بسام هذه المناطق التي يجر فيها عملية الحرق بشكل أسبوعي يعني تزيد عددها عن 150 ولكن بعضها حتى الآن أبالغ في 70 مننا خطارة كبيرة لأنها كبيرة جدا البعض مننا نتجت عن الأزمة والبعض مننا تاريخي بمعنى أنه المنطقة تحرق فيها النفايات منذ ما يزيد عن 15 عام فمسألة أنه يجري المخالف فيها لهذه الدرجة وبهالمستوى لهذه السنوات الطويلة فإذن الدولة يعني شبه متصالحة مع فكرة الموت البطيء لللبنانيين وهون الدولة بمعنى أنه الدولة بعدها يمكن قد يكون تعبير خاطئ السلطات يعني السلطات يفترض أن منتخبة مؤتمنة على الناس سواء كانت محلية أو مركزية فعمليات حرق تاريخية بمعنى صار لسنوات طويلة ولا يجري التعاطي معه بمدى خطورتها مسألة جدا خطيرة أنا ألاحظ استاذ بسام أيضا أنه في بعض المناطق فيها كثير من المطامر والمحارق ومناطق لا يوجد فيها شيء مثلا كما نلاحظ يعيدنا هذا إلى تقرير Human Rights Watch الذي تقول برغم من وجود مكبات نفايات مفتوحة في بيروت وجبل لبنان فإن الحرق لا يحدث في أغلب هذه المكبات تظهر الخريطة أن أغلب المكبات حيث يتم إحرق نفايات بشكل متكرر هي في المناطق الأفقر في البلاد بما يشمل البقاع والجنوب طب شو السبب يعني أنه هذا الانعكاس الطبيعي إلى فكرة تخلى الدولة المركزية عن إدارة المتكاملة للنفايات في جميع المناطق اللبنانية وهذه أزمة تاريخية رغم تدخل الاتحاد الأوروبي بعدة ملايين يعني يصاروا يزيدوا عن 50 مليون يورو تم تقديمها منذ العام 2009 إلى اليوم لتمكين المناطق النائية بموضوع التاريخ فيتتعثر هذه المشاريع لأسباب عديد يطول شرحها دكتور غسان فريق من الباحثين في الجامعة الأمريكية نشر دراسة بشأن اتجاهات السرطان في لبنان والتوقعات في العام 2018 في مجلة علمية Population Health Matrix تبين التالي بالعام 66 نسبة حدوث السرطان عند الرجال 102.8 حالة لكل 100 ألف شخص وعند النساء 104.1 حالة لكل 100 ألف شخص من المتوقع أن تصبح في العام 2020 عند الرجال 361 يعني أكثر من ثلاث مرات وعند النساء 312 من المتوقع أن تشكل سرطانات البروستات المثانة والرئة أكثر السرطانات شيوعا في العالم وليس فقط هنا في العام 2018 عند الرجال بينما تشكل سرطانات السدي واللمبيد واللمفوية أكثر السرطانات شيوعا عند النساء واضح أنه أيضا أحد الأسباب الرئيسة لهذا السرطان هو التدخين وسنتحدث عنه فعلا أنه ربما الدخان وكل ما يحمله من النفايات ولكن أيضا في عملية التدخين زادت نسبة السرطان في لبنان لهذا السبب ما في أي شك أنه التدخين أحد تحديدا الأرقيلة الشيشة يعني كي ننبه الناس تحديدا الأرقيلة خاصة شيوع فكرة عند الناس أنه المي اللي موجود بالأرقيلة بتنظف الدخان الأرقيلة وتخليه غير دار الأرقيلة كل رأس أرقيلة فيه أكتر من تسعين سيجارة وهو مضر وخاصة والأسوأ أنه الأرقيلة تدخين جماعي ويتم داخل البيوت ويتم وهناك أطفال حواليه فهو مضر مجتمعي بس ما ننسى أنه جزء من الإزدياد بهذه السرطانات غير مرتبط بالتدخين يعني فيه عندك جزء مجتمعي ويجب علاجه بالتوعية والثقافة والسن القوانين ورفع الضرائب على التبغ بس بنفس الوقت فيه عندك ازدياد ببعض السرطانات اللي غير مرتبطة بالمرة بالتدخين ولكن مسألة التدخين فقط لكي ننبه منها أيضا أنه حسب الباحثين عندكم في الجامعة الأمريكية السرطانات مرتبطة بالتدخين وغيره سرطانات الرئة ترتفع نسبة التدخين في لبنان لتصل إلى 46% عند الرجال البالغين 31% عند النساء لذلك تزداد ويعتبر معدد التدخين عند النساء في لبنان الأكثر ارتفاعا في المنطقة وأكثر السرطانات شيوعا في لبنان بحسب أحصاءات السجل الوطني للسرطان وزارة الصحة عند الرجال البروستات والمثانا والرئة والقصبة الهوائية والقلون والسرطان اللمفوي طبعا وعند النساء الثادي القلون الرئة واللمفوي والمبيد فقط قبل أن ننتقل إلى ضيفية مجددا لبروفيسور باسبي وأيضا قبل أن ننتقل إلى فلسطين مع معلومات وافية ومهمة جدا مع ضيفنا الدكتور محمود سعادة نشاهد زميلة لنا صحفية معروفة في لبنان ضحى شمس تتحدث عن معاناتها من السرطان من خلال عملها الصحافي خلال الحروب الإسرائيلية على لبنان وهذا مهم جدا أن نفتح عليه نافذة لكي نفهم ما الذي حصل بعد الحروب الإسرائيلية على لبنان وعلى غزة والحروب الأمريكية البريطانية على العراق وغيرها أنا قطيت حرب 93 و96 وقطيت الانسحابات الإسرائيلية سنة 2000 وال2006 التي كانت فيها قصف شديد على كل المناطق وعلى المدنيين وإلى آخره بس أنا أكثر شي بتذكر لأنه سنة 2006 نحن كان فيه سجال بين لبنان وبين إسرائيل حاول استخدامها لليورانيوم المنضب ببعض القزائف التي قصفت فيها لبنان وقصتها بمنطقة الخيام على ما أذكر وقتها كان فيه عننا صفحة علمية كانت مسؤولة عنها الزميلي زينة بغسون بجريدة السفير وقررنا أننا نستقصي ونذهب للآخر بالتحقيقات التي كنا عم نعملها وقتها عن موضوع القزائف باليورانيوم المنضب فأخذنا عينات من أمكنة القصف بمنطقة الخيام وبعتناها لمختبرين ببريطانيا مستقلين اثنين أكدوا وجود اليورانيوم المنضب بالعينات التي بعتناها من الأمكنة التي سقطت فيها القزائف فأنا بعتبر أنه قام بلأ الأصف الإسرائيلي أكيد كان له يد بارتفاع نسبة إصابة الناس بالسرطان ومنهم أنا خاصة أني اشتغلت كنت صحفية ميدانية وكنت عم غطي حروب هو موجود السجل السرطان يعني مفروض تكون وزارة الصحة عم تجددوا كل فترة وتخليه أبديت فبس بظن أنه من فترة طويلة من أبديت هذا يعني هل هو تأثير هو تأثير لا شك أسباب التأثير هل هي لأنه هني ما بدهم ولا ما بدهم ما بظن أنه ما بدهم يعني ما فيني أجي يعني لو عم تقولي لي أنه أوكي ما تروحوا على عفغنستان تغطوا بيقول الواحد فيها وما فيها بس لما بتكون الحرب على بلدي أنا لا ما فيني ما فيني إلا ما أروح وغط هكذا دائما ضحى كانت من أشجع الصحفيات وغطت أخطر الحروب وكانت من أشجع الذين قوموا مرض السرطان وشكرا أنك تحدثت معنا في هذه الحلقة ورأيناك بصحة جيدة كما أتمنى العودة الميمونة للزميلة ضياء وأن أيضا تنتصر على المرض وأن تعود إلينا كما كانت مشعة في القناة طيب دكتور محمود سعادة رئيس هيئة الأطباء الدوليين للحماية من الحرب النووية أهلا وسهلا بك كان لبروفيسور كريس باسبي قد قال لنا قبلك أن الأسلحة تجربة نووية وأيضا الأسلحة التي تستخدم تؤثر فعلا على السكان المحليين وتؤدي إلى السرطانات وهذا في العالم كله وليس فقط في دولنا ولكن في الدول التي تعاني الحروب كما عانى لبنان أو فلسطين أو غيرها هناك أثار فعلية لهذه الأسلحة حضرتك توصلتم إلى هذه النتائج هذا الله يمسيك بالخير أهلا وسهلا ومشاهدين وضيوفك الكرام ويعطيك العافية بالفعل هو اللي حكاها يعني ممكن يكون على أساس أنه في حروب بس ما بالك لما بكون فيش حروب هاي تنتج عن المفاعلات النووية أو تجارب نووية يعني أنا أحكي لك مثلا عندنا في منطقتنا في منطقة جنوب الخليل كان في 2002 كان عندنا نسبة الأشعاع من الأشعاعات الصادرة عن مفاعل ديمونة اللي أنا أبعد عنه الآن 20 كيلومتر هوائي هذا المفاعل معروف واعترفت فيه كل الصحافة الإسرائيلية أنه فقد عمره الزمني منذ عشرات السنين إلا أنه وللأسف أصروا أصروا على العمل فيه لغاية الآن مع العلم أنه قدمت تقارير من الصحافة الإسرائيل ها أرد صدعة أحرى نوت إسرائيل ها يوم تلفزيون القناة العاشر القناة الثانية أنه يعم فيه معلومات وصلت إلى الخبراء الإسرائيليين أنه فيه 1500 عطل هذا صار معروف بس اللي مش معروف ومخبة أنه نفايات هذا المصنع أين تذهب للأسف هي تدفن في مناطق قريبة من المناطق العربية القرى العربية المدن العربية وفي المنطقة الغربية تحديدا لأنه الهوى لما بهف من الناحية الغربية يكون يصيب المنطقة ككل ففي عام 2002 كان لنا نسبة السيزيوم أعلى من المعدل الطبيعي المعدل الطبيعي في العالم صفر ولن يكون هناك السيزيوم والشيزيوم إلا بعد تفجير نووي هذا الحكي يثبت أنه فيه شيء في المنطقة الخبراء الخبراء اللي لدينا عملوا فحوصات لالتربة وللهواء الطلق لقوا نسبة تسرب من السيزيوم اللي مش موجود أصلا هو صفر في الطبيعة نسبة عالية من السيزيوم من اليورانيوم من البوتاسيوم والمشع من اليورانيوم موجود في المنطقة بنسبة كبيرة هذه العملية استدعت البحث والتقصي لأنه صار يصلنا حالات مرضية ما كانت موجودة قبل عام 86 هذه القضية استدعت كمان من بعض الطواقم الأوروبية بعد ما أثرنا النقطة حتى على مجال الصحافة والمجتمع الإسرائيلي أنه تيجي الصحافة الإسرائيلي وتستقصي هذه الأمور وبالفعل هم يوجدوا أنه فيه تسربات موجودة هم تكتموا على الموضوع لأنه تعتبر حرب ضد إسرائيل بطريقة غير مباشرة أنه لو يسمعوا في الأوروبيين المهاجرين الجدد لمنطقة فيها إشاعات معناتهم قضينا على الهجرة الذي أحد هذه المحوث كلياتها أفنير فانقوش من جامعة بورغونيون من جامعة بورغونيون دكتور محمود هذا الذي كنت أود أن أسألك عنه لو سمحت واسمح لي بالمقاطعة يعني حين نتحدث عن تسرب ومفاعل ديمون أو ما إلى ذلك إذن الذي يتعرض له الفلسطيني ولكن أيضا الإسرائيلي عمليا يعني الكارثة عن الجميع وليس على طرف واحد وهذا ما طرحنا في اجتمال حركة السلام الآن في عشرة سبعة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين إلا أن داني روبرشتاين اللي كان حاضر في الجلسة قال يا عمي محدش راح يسمعك وتحكيش في الموضوع احكي عن السلام ومسيرة السلام فطبعا بعد الاجتماع بثالثة الشهر دعوني إلى منطقة اسمها نوفي شالوم هاي بضواحي تل أبيب وجابوا لي بروفيسورات من الكيميا الذرية والفيزياء النووية وقعدنا لحدي في الموضوع أنه يا عمي هذا الحكيم تحكيه ميش موجود وما فيش منه وكذا قلنا لهم يا عمي أنا معي إثباتات يعني هاي إثبات منهم هاي هاي حالة جديدة اليوم وصلت اليوم هاي ماذا تقول ماذا تقول يعني فيه إثباتات اللقوم فيه إثباتات كذا هذه الحالة بين يديك ماذا تقول هاي بيقول أنه في عندها السرطان في المبيض التشخيص هاي منهم مش منا يقول والله عداء قومي لا هذا فحوصات إسرائيلية بحثة احنا عندنا فحوصاتنا مخبري برضو احنا بنأكد هذا الحكيم وبالفعل طلع فيه عندها أوفاريان تيومر وهي هاي وفيه مراجعة في كم يوم هناك اللي أنه فيها كمان ظهرت يعني بشكل فيه شكل على كل حال دكتور محمود يعني اللي هي العقم فضل هذه بس فحوصات بس على العقم هاي مجموعة هذه مجموعة على سرطان المعدة مجموعة كبيرة يعني فيه أمراضي كثيرة جدا نحن بس نركز على السرطان ما فيه 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 الإجهاب صحيح يعني نحن كان فيه نقاش في مؤتمر دولي مع رئيس اللجنة الإسرائيلية أنه يا عمي إيش معنى امرأة يعني خلفت حوالي ستة وأجهضت ثمن مرات فنط المسؤول الإسرائيلي بقول أنتو بتضربوا نساكو يعني نضربها مرة مرتين بس بش ثمن مرات هاي القضية أثارت نوع من الحساسية في الاجتماع أنه أنت معادي قومي دكتور محمود على كل حال أنا مش قضية إسرائيل لا هي عرب وفرق يعني اتصل معاي واحد إسرائيلي بقول لي يا عمي احنا في مستوطن ألفين مستوطن عنا عشرين حالة سرطان فبقول له ميني الاسم قال لا بعطكش الاسم لأنه بكرة بتقطع عمي كل المساعدات على كل حال نحن سنشاهد على الشاشة يعني في جعلات كثيرة جدا هون أوكي دكتور محمود ضرب النساء حتى مرتين ممنوع يعني مش بس عشرة حتى مرتين ممنوع يعني سنشاهد سنشاهد على الشاشة الدراسة القيمة التي قدمتها حضرتك عن أثر اليورانيوم بمفاعل ديمونة والأسلحة الإسرائيلية على المواطنين وأنا أنصح من يود أن يقرأ هذه الدراسة أن سيجدها موجودة على الإنترنت ويمكن أن يترجمها وإن لم تكن موجودة يمكن أن يطلبها مننا من البرنامج نرسلها له طيب بروفيسور باسبي هل لديك تعليق على ما تفضل به الدكتور محمود حول أمراض أخرى مثلا مثل العقم وغيرها من الأسلحة من التسريبات التي تحصل لست متأكد استمعت إلى كل الكلام وهناك الكثير من الأسئلة التي ترحت وسؤال أيضا قم بتدوينه دونته إذا كنا نريد أن نعرف ما هو سبب السرطان يجب أن نكون نحن في المناطق يجب أن نبحث في المناطق في لبنان أين هي النسبة العالية وأين هي النسبة المنخفضة وحين يمكن أن نركز على المناطق التي تشهد نسبة عالية إذن يجب الحصول على هذه المعلومات من المستشفيات بنفسها أو يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى وعندما يتوفى الناس من مرض السرطان يكتب هذا على وثيقة الوفاة إذن يجب أن يبحث شخص عن أماكن النسب لكي نقول هذه منطقة على سبيل المثال حيث نرى يورانيوم أو في هذه المنطقة شهدنا حروب وشهدنا استخدام أسلحة أو منطقة أخرى لنشهد فيها حرك النفايات إذن هذا هو أول شيء يجب القيام به وبالنسبة لارتفاع أو زيادة حالات السرطان هذا ارتفاع في كل أنحاء العالم في عام 1990 واحد من أصل كل خمس أشخاص بالغرب أتحدث عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأنا درست هذا الموضوع واحد من الأصل كل خمس شخص وبعد ذلك شخص من أصل ثلاثة أشخاص الآن نحن عند شخص مقابل أو مع كل ثلاثة أشخاص من بين كل ثلاثة أشخاص طيب ولكن فروفيسور كريس باسبي لو سمح يعني أنا آسف لمقطعتك آسف لمقطعتك سمح لي حالات السرطان تزداد في كل دول العالم معك حق وتقرير منظمة صحة العالمية يؤكد ذلك ولكن نحن سنستفيد من وجودك معنا حضرتك حققت في لبنان وحققت في العراق وفي دول أخرى هل توصلتم إلى نتيجة أنه استخدام السلاح من قبل إسرائيل أو من قبل أمريكا أو من قبل بريطانيا أو غيرها من الدول التي دخلت إلى هذه الدول إن كان في لبنان أو في العراق وصولا إلى فلسطين ترك أمراض ستبقى لأجيال طويلة وفي مقدمها أمراض سرطانية أو أمراض العقم وغيرها هل وصلتم إلى هذه النتائج؟ نعم توصلنا إلى هذا الاستنتاج وكتبت حتى ذلك على الأوراق والوثائق اليورانيوم وأخذنا عينات من شعر الأمهات نحن نعرف ذلك وأجرين الفحوصات نعم استخدموا اليورانيوم المضب ونحن نعرف أنهم يستخدمون سلاح آخر فيه يورانيوم وبالطبع هذه الأسلحة تسبب بارتفاع مرض السرطان بشكل كبير مستويات غير مسبوقة في العراق حيث درسنا هذه القضية لم تمكن من الحصول على معلومات بالحكومة بتالي أجرين الفحوصات وقمنا بدراسة ذهبوا الناس إلى المنازل وتركوا على الأبواب وأيضا قام الناس بملء الاستمارات ووجدنا أيضا زيادة كبيرة بالوفيات بين الأطفال وأيضا شاهدنا كذلك انتشار لأمراض أخرى وأيضا زيادة وارتفاع كبير بمختلف أشكال السرطان السرطان الدم وسرطان الثدي وسرطان الدم أو الليكيميا مرتبط كذلك بالمواد الإشعائية بالتالي ما من شك برأي نتيجة العمل الذي قمنا به لا شك من أن يورانيوم من أهم أسباب السرطان والمرض يأتي بوقت سريع نسبيا دكتور غسان في غزة أصيب الناس باليورانيوم بالأسلحة في غزة وفي لبنان وفي العراق أيضا ولكن هناك في ظرف أصعب أن من يصاب بالسرطان لا يمكن أن يعالج بسهولة يعني عنده إجراءات ربما يموت قبل أن يعالج يمكن أن تشرح لنا ما الذي يجري يعني هذا الجانب هو جانب إدارة علاج السرطان كأحد أدوات الحرب يعني بسبب الحصار على قطاع غزة يمنع أكثر من 45% من مرضى السرطان من الخروج للعلاج خارج قطاع غزة يعني إذا أخذنا سرطان الثدي من كل 100 إمرأة 47 إمرأة تموت خلال خمس سنوات من تشخيصها بسرطان الثدي بقطاع غزة ليه؟ لأنه أجهزة علاج الإشعاعي ممنوع الدخول لقطاع غزة المواد الكيموثرابي للعلاج ممنوعة من الدخول لقطاع غزة التأخير باستصدار إذن للخروج من قطاع غزة للعلاج معناه أنه مستشفى المطلع بالقدس اللي هو مستشفى علاج السرطانات للسلطة الفلسطينية 80% من المرضى بيوصلوا بمرحلة العلاج التلطيفي يعني بعد ما انتهت فرصة أي نوع من العلاج يدار علاج سرطان كل السرطانات بقطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال بطريقة لزيادة الضغط على الشعب الفلسطيني لزيادة القهر والقمع فبتصير مش بس الحروب تحدث السرطان إدارة علاج السرطان بيصبح أحد أسلحة التي تستعملها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني خاصة بقطاع غزة في إدارة لعلاج السرطان يتعمدون أنه يموت الناس حتى لو سان مريض عادي يعني أنه يموت ما في مشكلة يعني لما يكون فيه من كل مئة طلب للخروج للعلاج من قطاع غزة بس يقبل خمسة وخمسين وبعض الطلبات اللي بتمنح تمنح بعد سنة ونص يعني مريض السرطان اللي بيقدر يستنى سنة ونص ليقدر يطلع ليوصل لمستشفيات الضفة الغربية أو الخدس الشرقية للعلاج بيقعد سنة ونص ليقدر يوصل لهذه المستشفيات منع كل من له أي علاقة من كان قضى أي وقت بسجون إسرائيل أو له أقارب من الدرجة الأولى قضوا وقت بالسجون من الخروج من قطاع غزة بيصير استخدام مرض السرطان جزء من معاقبة السكان وإدارة ما يسمى بالبيو بوليتيكس السياسة الحيوية للسكان المحاصرين بقطاع غزة من أكثر من 12 سنة هذا دليل كم أنه ضمير العالم صاحي والإعلام العالم صاحي ليسلط الضوء على هذه المسائل يعني الحسن الحظ عندنا بروفيسورية كالبروفيسور باسبي وغيره وهم قلة الذين يلقون الضوء على مثل هذه المشاكل الإنسانية في الواقع التي لا يقبلها عقل في آخر نظام عنصري في العالم طيب دكتور محمود سعادي يعني ما تفضل به الدكتور غسان خطير جدا بالنهاية يعني ما في أي إمكانية لمريض السرطان أنه يعالج بطرق عادية جدا ولكن السؤال الأخطر هل تبين لديكم أن الحروب التي شنت على غزة تحديدا على قطاع غزة أدت فعلا منذ سنوات حتى اليوم إلى حالات سرطانية وإلى أجيال ربما ستعاني لأجيال مقبلة أيضا من أمراض مستعصية وبينها كما تفضلت العقم وغيرها أنه كان سبب السلاح بالفعل بالفعل اللي حكاها صحيح بس أنا بحب أضيف أنه إحنا معروف في اللجنة الدولية أنه الإشعاعات التي تتنضق من السلاح أو من المدافن النووية أو من المفاعلات هذه الإشعاعات لا تخترق جلد الإنسان ليس لها مقدرة تخترق عن طريق الفم والتنفس لكن عن طريق الفم والتنفس بدها واسطة تدخلها للجسم لأنه آخر المعطيات تقول كل ثالث واحد في منطقة الفلسطين التاريخية سيصاب بالسرطان يعني ستكون زي الفلاونزا تأخذني العملية دخول هذا الإشعاع للجسم الإنسان عن طريق الفم اللي هي الدخان وخصوصا هذه الظاهرة ظهرت قبل حرب 2014 في غزة ظهرت بعد الانتفاضة الأولى لما استعملوا واستخدموا قنابل غاز المسيلة للدموع بكثرة لأن هذه القنابل الدخانية هي سامة لأنها تحوي عناصر كيموية زي السي أس والسي أن والسي أر هاي تتحد مع الإشعاعات الموجودة في الجو لأن اللجنة الفلندية لما عملت أبحاث للهواء الطلق في منطقة الجنوب لقت 95% من أيام السنة الهواء ملوت إذن هذه الإشعاعات تدخل للجسم وتدخل تأثيرها على الدي ان اي للإنسان يعني بتحطم السجل الوراثي للخلية الحية هاي العملية طبعا لما بدنا نيجي نقول قطاع غزة الله يكون يبعونهم لأن إذا بدنا نيجي للحقيقة لازم نرحل كل سكان قطاع غزة لعشر سنين حتى ننظفها من الإشعاعات الموجودة فيها لأن عزمان الاحتلال قطاع غزة في جوش قطيف دفن وخمسين ألف طون من النفايات طيب هذه النفايات لو حاولنا لو حاولنا بدنا ننظف القطاع لا يمكن لا يوجد قدرة عند الفلسطينيين حتى عند الإسرائيليين هم استفادوا من الحديث الذي نتحدث على أساس أنهم قالوا للفرنسيين انتوا عملتون هذا المفاعل وبالتالي فقد عمروا الزمني وأصبح فيه تصربات إشاعية وصار عالي علينا لا قدرين انبردوا عن قناة البحر الأبغاد والبحر الأحمر وإش قدرين فإنتوا مفروض تبنونا مستشفى وبنوهم بالفعل العام 2015 بدوا يبنوهم مستشفى خاص للسرطان لأن الكمية زادت يعني أنا أعطيك عن المنطقة هون شوف خليني أحكي لك بس شوي سرطان الثدي في المنطقة أربعة يعني منطقة الجنوب أربعة آلاف منها خمسين خمسين رجل سرطان أمعاء غليظة وهذا بكثرة حوالي 1300 يعني عندنا الآن صار أعلى 3000 شخص سرطان البروستاتا 2000 سرطان الرئة 1500 سرطان الغداد المفاوية 1300 سرطان جلد 1200 سرطان مثاني 1200 سرطان الدماغ 600 سرطان كيلة 600 سرطان الدم لوكيميا 600 سرطان المعدة 600 سرطان كيلة 500 سرطان الرحم 400 آخر إحصائية صدرت عن بروفيسورة إيلانا دواك شوف ارتفاع حاد بنسبة 380 في المية في إجراء عمليات الغد الدرقية إزالة الأورام في منطقة الحلق 320 في المية أي من 40 عملية إلى 128 عملية ارتفاع كبير في عمليات الغد اللعابية بنسبة 260 في المية عمليات الرأس والرقبة 1000 من 5 عمليات إلى 49 زيادة كبيرة في أورام منطقة الفم إذن شوف المصائب اللي قادرين بنعاني منها للأسف في شحدة إذن من طين وإذن من عجين الناس قاعدة بتموت طيب هم في آخر لحظة ونكته أنه لما انولد الطفل بعين وحده طبعا هذه تشوهات على الجنة على الـ DNA فصاروا يعتبروا أنه هذا أعور الدجان فصارت الخرافات التوراتية يعمي هذا نتيجة لا تأثير على الـ DNA لهذا الإنسان في منطقة الجنوب في منطقة السموع أنولدنا قبل فترة كمان طفل بعين واحدة بعين واحدة وهذا على كل حال هذا دليل واضح أنه ازدياد عدد السرطان وطبعا نحن نتحدث عن غزة ليس فقط المطامر والقصف حتى مياه الشرب واحد بالمئة فقط صالحة للشرب المياه في لبنان استاذ بسام دكتور محمد علي قبيسي وهو باحث مهم وأسس الكثير في الواقع من المختبرات والمراكز ودرس ودرس في أمريكا وفي بريطانيا في هذا الكتاب يحكي قصصا مهمة جدا في الواقع عن الإصابة بأمراض خطيرة في لبنان بسبب وجود اليورانيوم المخصب والمنظب ويناقض في هذه الدراسة مسألتين أولا التقارير الدولية التي قامت في لبنان أو جرت في لبنان ومنها تقرير للأمم المتحدة ويقول لا نحن هو بحث وأخذ الدراسات طبعا إلى مختبرات غربية وبشكل علمي ناقط كل التقارير الأخرى في معلومات أن الحروب الإسرائيلية أدت في لبنان فعلا إلى ارتفاع أمراض معينة في مقدمها السرطان أنا أذكر دكتور قبيسي هو أول من الأشخاص اللي أجروا بحوث ميدانية في الخيام بعد انتهاء عدوان دولة الاحتلال في تموز 2006 ولكن دكتور قبيسي استضم بأمرين مسألة الأولى أنه تم محاربته حسب معلوماتي من المجتمع العلمي في لبنان ربما قد يكون بعض الأحيان تسرع في إدلاءات ولكن لم يكن يجب التعاطي معه ومع بحوثه بهذا المستوى من الحرب خصوصا من مجلس الوطن البحوث العلمية مضطر أولى الليلة دكتور قبيسي عمل شغل ما أدري كمله بالصيغة اللي بتسمح لإلنا أنه نحطه بمصافي دراسة علمية وطنية تتبنىها مجتمع العلمي اللبناني هذه مسألة يجب أن تسجل المسألة الثانية اللي ذكرها في كتابه اللي هي موضوع تقارير الأمم المتحدة في 2006 عقدت الأمم المتحدة جلسة استثنائية حول موضوع انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في لبنان وأصدرت قرار وكلفت لجنة تقصي حقائق فورا ردة فعل الدول الغربية كانت إصدار أربع مقاررين خاصين إلى لبنان وإسرائيل للبحث في انتهاكات حزب الله وإسرائيل في مسألة حرب تموز 2006 وطلعونا بتقارير شضيه بمستشفى رامبام صاروخ مش عارف وين بالخلاصة كل هذه التقارير لم تقارب مسألة ضرب السلاح اللي هو يحمل شكوك عالي حول مدى خطورته في تفاقم أمراض من أمراض السرطان يعني أمم المتحدة لم تسلق أي طريق للبحث في هذا الموضوع ولم يذكر في تقاريرهم أربعمائية خمسمائة صفحة فهذه مسألة يعني في علامة استفهام حولها بالألف وسبعمائة وواحد بكل آليات المبعد الحرب بالبقعة النفطية والقرارات اللي منحتفل فيها كل سن من الجامعية الآن أمم المتحدة سينا البقعة النفطية والخمستعشر ألف طن انسكاب بقعة نفطية وصلت للشاطئ السوري ما هي كمانة عندها أثر مستقيم احترى كبير على البيئة البحرية وفيها سرطانات هل أفهم منك أنه لا توجد في لبنان دراسات علمية موثوقة ومؤكدة حول الأسلحة وتسببها في أمراض سرطان في لبنان حتى الآن لا توجد دراسات للأسف الشديد أستطيع القول حسب معلوماتك صحفي متابعة لذا الملف أنه لم يصدر في منشور علمي يعني لا يقيني وصلح للدكتور أزغلطان دراسة تجذن بهذه المسألة ولا في المستشفيات الخاصة دكتور لا تقدر تعمل دراسة زي هيك بدك يكون عندك سجل لإصابات السرطان ما قبل الحرب وسجل واضح ما بعد الحرب لا تقدر تدير بس أنا بحب أنوه بشغلة أساسية المعادن الثقيلة اللي هي هلأ يتم استخدامها بتغليف القنابل اللي هي بتخترق التحصينات يعني القنابل اللي استخدمت بقطاع غزة القنابل اللي استخدمت بالضحية وبالجنوب اللي هي 800 كيلو و1000 كيلو وفي العراق وفي العراق المعادن الثقيلة كوبولت وطنكستن وكاديمي هذه المعادن مسرطة وجدت بعينات شعر للناجين من القصف بقطاع غزة معناها دخلت بجسمهم ووجدت بالخلايا بالشعر هذه كونها تستخدم الآن بتغليف القذائف مش كسلاح مخصص زي الدبليتي ديرانيوم واستخدامها بكميات هائلة بقطاع غزة وجودها بالناجين هذا أنا برأيي أكتر خطورة من استخدام اليورانيوم لأنه هذا جزء من التصنيع الحربي لأكتر سلاح شيوعا بالمنطقة الشغل الثاني تدمير المنهجي لمناطق مدنية كاملة يعني لما تنزل كل حي الشجاعية بما يحتويه من سمنت من مواد بلاستيكية من مواد كيموية خلال ليلة أو خلال ليلتين يشبع الهواء بكل هذه المواد الكيموية الوقود للصواريخ اللي بتستخدمها إسرائيل ربع الوقود بالصاروخ بيبقى وبينزل على المياه الجوفية بعد استخدامه التدمير المنهجي للقطاع الصحي تدمير المنهجي لما تفكر بالقطاع الصحي العراقي بالتمنينات كان هناك مركزين للسرطان بالعراق بالبغداد وبالموصل تدمير المنهجي هجرة الأطباء من العراق واغتيال العلماء فإحنا بلد بحجم العراق بهاي المرحلة بس يكون فيه 25 أخصائي أو رام لأكتر من 30 مليون شخص 25 أخصائي أو رام سرطانية في العراق على كل العراقي رغم أنه أكبر نسبة أطباء عراقيين موجودين في بريطانيا أكتر من 8000 طبيب عراقي بمارس الطب بريطانيا التدمير المنهجي لقطاع الصحي بالعالم العربي هجرت 50% من أطباء العراق و60% من أطباء سوريا و40% من أطباء ليبيا فعندك مسببات بالحروب عندك تدمير منهجي للقطاع الصحي يخلق بيئة حيوية للحرب لاستمرار هذه الأمراض ولا عدم قدرة المجتمع أن يتعاطى معها لتشويه أجياء مقبلة كبيرة في مقال بصحيفة الجاردين البريطانية بالعام 2003 والسؤال لك بروفيسور باسبي في الجاردين المقال يقول قذائف الجيش تعزز خطر انتشار السرطان في العراق واليورانيوم المنظب يتسبب بمستويات مرتفعة من النشاط الإشعاعي تعرض قذائف اليورانيوم المنظب التي استخدمتها القوات العراقية في المناطق التي شهدت المعارك في جنوب العراق تعرض حياة المدنيين إلى الخطر نتيجة لمستويات النشاط الإشعاعي المرتفعة بشكل مقلق طبعا هذا كان يتحدث عن القوات العراقية في 2030 ولكن لم نقرأ كثيرا عن القوات الأمريكية ولا القوات البريطانية هل تركت أثارا خطيرة على العراقيين خصوصا أن حضرتك درست مسألة العراق نعم أنا قم بزيارة إلى العراق ونعم كنت موجود لحوالي أسبوع في جنوب العراق أيضا زرت المستشفيات في هذا المكان وأيضا نظرت إلى حالات السرطان تحدثت مع الخبراء السؤال هل هذا أثر على الذين قاتلوا هناك أنا كنت عضو من الفريق المكلف بموضوع اليورانيوم المنظب والسؤال هو نعم حتى الجنود نعم حتى الجنود تأثر والجنود الذين كانوا في العراق وفي عام 2009 كنت أنا من ضمن الأشخاص الذين أدلوا بالشهادة حول جندي قتل أنتجة السرطان القلون وهيئة المحلفين قد قبلوا بهذه الأدلة التي قدمتها بأن هذا السرطان وسرطان القلون نتيجة لانكشاف هذا الشخص أو تعرض هذا الشخص لليورانيوم هناك جسيمات وحبابات وأنت تقوم تستنشك هذه الحبابات وهي تسبب النشاط إشعائي نشاط إشعائي يلحق تضرب أجزاء مختلفة بالجسم وهذا يؤدي إلى السرطان هذه الإجابة كما أننا شاهدنا زيادة هناك العديد من الدراسات حول جنود أمريكيين قمس دراسات عن جنود الأمريكيين تبين بأن أطفال هؤلاء جنود أيضا هم معارضين لأمراض إذن حتى الأمراض للأطفال وحتى كذلك التشوهات عند الولادة التشوهات تتحدث عن أطفال الجنود الذين حاربوا في العراق بالتالي ما من شك بأن أسلحة يورانيوم تسببت بألحاق ضرر بالحمد نوي وكذلك بالجينات والتركيب الجينية وبالتالي أدى هذا كما قلنا إلى التشوهات عند الولادة طيب روفيسور لو الآن في دول فيها حرب يعني مثلا كالحرب السورية هل لديك نصيحة تقولها للناس يمكن أن يتفادوا مثلا التعرض للسرطان حتى ولو كانوا يتعرضون لقذائف أو لقصف معين للأسف لا للأسف لا المشكلة في حال تعرضنا لهذه المواد حينها ما من شك ستصاب بالضرر وهذا سيؤدي إلى زيادة السرطان سيؤدي إلى انتشار أمراض وهذه العملية ستستمر والسبب والضرر ليس فقط للأطفال حتى للأحفاد ومع كل جيل نرى ارتفاع لهذا الخطر أنا أعرف بأن هذه الأنباء وهذه الرسالة ليست رسالة إيجابية ولكن هذا ما اكتشفنا هذا هو الضرر الناتج عن هذه المواد الإشعائية وأيضا أريد الإشارة استماعت إلى أحد الضيوف تحدث عن القنابة التي تحمل مادة الكوبولت وتنغسن وأيضا مواد أخرى ويجب القول أن هذه المعادن لا تسبب بالسرطان لا أقول أنها لا تلحق الأذى نعم تسبب الأمراض ولكنها لا تسبب بالسرطان لا تسبب مثل هذه الأمراض المشكلة بهذه الحروب تحديدا المشكلة ترتبط بشكل مباشر باليورانيوم وأسلحة يورانيوم التي استخدمت نحن نشاهد حروب طوال القرن وهذه الحروب لم تؤدي إلى زيادة السرطان كما نرى اليوم كما رأينا في العراق وكما نرى أيضا في لبنان وفي غزة قبل أن نشاهد تقريرا سريعا من نسرين سلمي في فلسطين المحتلة معلومات من نظمة صحة العالمية تقول أن السرطان ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم وقد حصد في العام 2015 أرواح 8.8 مليون شخص كل وفاة من أصل ستة في العالم هي بسبب السرطان تمنى البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل بنسبة 70% تقريبا من الوفيات الناجمة عن السرطان تحدث ثلث وفيات السرطان أو تحدث بالأحرى تقريبا بسبب عوامل الخطر السلوكية والغذائية هذا مهم عزائي المشاهدين أنه ارتفاع منسوب كتلة الجسم وعدم تناول الفواكه والخضار بشكل كاف وقلة النشاط البدني وتعاطي التبغ والكحول صلح لي إذا كان مش صح هذه كلها تؤدي إلى السرطان يمثل تعاطي التبغ أهم عوامل الخطر المرتبطة بالسرطان وهو المسؤول عما يقارب 22% من وفيات السرطان 22% من وفيات السرطان سمع بالتبغ ما تنبسته كثير بالتدخين الالتهابات المسببة للسرطان مثل الالتهاب الكبد وفيروس الورم الحليمي البشري مسؤولة عن نسبة تصل إلى 25% من حالات السرطان في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل تكليف السرطان في العالم وهذه تكليف عالية يعني حين يتحدث الأستاذ باتسام مثلا عن العجز الذي حاصل لنا في لبنان والإهمال الحاصل 16 مليون تقريبا أو 160 مليار و160 مليون دولار تكليف معالجة السرطان طيب أنواع السرطان أكثر شيوعا قلناها لن أعيدها دعونا نذهب بشكل سريع إلى فلسطين حالتين من حالات السرطان ربما مرتبطة أيضا بنوع التسريبات من الأسلحة محمد زايد من بلدة الظاهرية جنوب الخليل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره لكن معاناته تجاوزت عمره بسنوات فمحمد أصيب بسرطان الغدد اللينفوية قبل ست سنوات وكان يسافر لأكثر من ساعة ونصف لتلقي العلاج في مدينة بيت لحم وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه يعرف سبب مرضه ما هي سرطان الغدد اللينفوية يعني كل ثلاثة الشر رح نزور مرة بتجالة وكنا نتغلب كثير وخاصة فترة العلاج الكيماوي عشان كنا نوفر العلاج كيماوي وأروح أنا دائخ وأنام ثلاثة أيام بقاش صاح بعد ثلاث أيام أبل شي الصح لأنا أتوقع أنه كل إصابات الظاهرية من المفاعل النووي أكثر من 500 إصابة بالسرطان سجلت في مدينة الظاهرية الحالات تنوعت لكن أكثرها كان سرطان الثدي بين النساء وسرطان الدم الذي أصيبت به الحاجة نجاح وعانت منه طويلا قبل أن تشفى نوع المرض لكيمة بالنخاش إلى 18 سنة تعالجت كثير يعني بيت لحم أول أشيء أربع سنين بعدين بطلوا يقدر يعالجون يحول من على الهجاس إسرائيل هم يحكوا للدكاتر أنه هذا مشكلتك أنتو من بيت لحم يعني لحد منطقتنا إحنا إحنا معرضين لهذا الإشي من المفاعل النووي من أول ما دخلت المستشفى حكو السرطان ليس المرض الوحيد في منطقة جنوب الخليل فقد سجلت عشرات حالات التشوه عند الأطفال حديثي الولادة إضافة إلى حالات إجهاض عدة تابعتها وزارة الصحة الفلسطينية وكلها يرجعها أهالي المنطقة إلى الإشعاعات النووية من ديمونة إضافة إلى ما يدخن في الأراضي القريبة من نفاياتها وتعتبرها إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة نحن نطالب ناس يقدر يفحصون نسبة الإشعاعات الموجودة في مدينة الظهرية ويعملون حلول وعلى الأقل أن الفحص المبكر ممكن أن نستطيع نتلاشى كثير من الحالات الموجودة ونستطيع نعالجها قبل فوات الأوان وكان المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حذر من خطورة الإشعاعات النووية الصادرة عن مفاعل ديمونة في سحراء النقب القريبة من مدني جنوب الخليل نسر سلمي لبرنامج لعبة الأمم الميادين طيب يبقى لدينا تقريبا دقيقة ونصف تعليق على كل أو آخر رأي عندك أستاذ بسام في مسألة لم أذكرها في الحلقة ولكن يجب تسليط الضوء عليها في لبنان نحن رغم كل ابتلاءاتنا التي ذكرت على امتداد هذه الحلقة عنا ابتلاء تاريخي لم نسلك طرق دول أخرى مثل إيطاليا لمقاضات من تسبب به وهو موضوع الإسباستوس الناتج عن الأترنيت ومعمل الذي لا يزال الآن تحت حراسة قضائية ومتفلت في الهواء الطلق قد المد القاتل الذي من عقود اكتشف سبابه الأساسي بتليف الرئتين اللي هو أحد أشكال السرطان واللي هو لا يمكن يعني فيه جزم علمي نهائي قاطع بأنه سببه الإسباستوس وتحديدا الشعيرات اللي بتنتج عنه بعد تفككها وانتشارها بالهواء الطلق أهالي شكة والكورة والجوار للأسف الشديد على امتداد سنوات طحنوا الأترنيت وجبلوه مع الإسمنت وصبوه ببيوتهم يعني واليوم فيه ما لا يقل عن 500-600 حالة وفاة موثقة ناتجي عن تليف الرئتين في هذه المناطق تحديدا الدول اللبنانية لم تفكك المعمل حتى اللحظة شميد هايني اللي هو صاحب هذا المشروع وكل وراثته حكموا في إيطاليا ودفعوا ملايين الدولارات للضحايا ولبنان وشكة المنكوبة بمعملاء إسمنت ومعمل إسمنت أبيض وبمعمل الأترنيت الذي لا يزال تحت حراسة قضائية وكل مواده الأولية موجودة في الهواء الطلق لا أحد يسأل عنه حابت أختم بها الصرخة لأقول أنه على هذه الدرجة متشعب القصة ومتنوعة والسرطان يفتك بكل الأشكال وبكل المسببات تهى الوقت للأسف الشديد كنت أود أن أسمع إلى رأيكم سريع إذا عندك كلمة سريع حرمان مرضى السرطان بقطاع غزة من العلاج هو امتداد لحرب أعلنت على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة لما نفكر بمصابي الحرب نفكر كمان بمصابي السرطان اللي يحرمون من العلاج شكرا جزيلي لك شكرا لضيوفي الكرام شكرا لمن كتب للبرنامج كنت أود أن أذكر بعض الأسئلة التي وردتنا ولكنها كثيرة وفضلنا أن نعطي معلومات شكرا لعبير كيلاني التي قالت أن هناك دراسة تقول أن 70% من المسببات السرطان هي الخوف والهلع على ما يبدو أيضا الأستاذ سامي أبو جونيس يقول يوجد منطقة في الجليل هي قرب مدينة سخنين فيها مخازن لمواد كيموية وبيولوجية وتطور فيها السرطان أيضا وصلتنا دراسة مختصرة من تالا أمين قانسون ولكن للأسف دكتورة تالا لا نستطيع أن نذكرها إلى اللقاء في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من لعبة الأمم عبر قناة الميادين شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر